اهلا بكم ويراب تكونوا بخير جميعا لو صحيت الصبح وكنت ناوية تخسلي وليتي البرسيل جيل بتاعك مفيش في غير كباية واحدة بس اوعد زعلي ولا تتضايقي ولا تشيلي اي هم خالص هاتي كباية المسحقان كان النوع اللي انتي بتستخدميه وركنيها على جنب وعلى ما تشربي فينجال انسكافي بتاعك هنكون عملنا احلى خمسة لتر برسيل جيل هيقعد معانا يمكن اكتر من شهر ونصة وشهرين على حسب استخدامك في الغزيل كنا زمان بنقول ان احنا اخر الشهر الميزانية ما تسمحش دلوقتي احنا بقينا الميزانية على طول ما تسمحش اول الشهر زي نص الشهر زي اخر الشهر لو اول مرة بتشوفوني معكم اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي هنعمل برسيل جيل وعلشان نكون امناوة صرحة مع بعض زي ما تعودنا على المصدقية في القناة دايما هقول لكم على معلومة علشان تبقوا عارفينها وانتوا بتعملوا المسحوق الجيل سواء للغسالة الاوتوماتيك او للغسالة العادية بأكد عليكم تاني ان مسحوق النهاردة خاص بالغسيل اليدوي والغسالات العادية والغسالات الاوتوماتيك تأكدي ان انا مش هقول لك اي حاجة تدرك ولا تدر الغسالة بتاعتك اتعودنا دايما قبل ما يشتغل في المنازفات ان احنا نلبس الجلافز في ادينا حتى لو كانت المنازفات متهاش صودة كوية او مواد تدر البشرة لكن على المدى البعيد اكيد بشرتنا هتتأثر ده الصابون الفانيش اللي احنا كنا عاملينه في القناة اخر مرة وولتلكم ان احنا هنعمل منه وصفات كتير انا بس حطيت فيه اللون ده عشان اميزه بالنسبة للصابونة دي وولتلكم اللي خايف من عمل الصابون الصلب هنعمل قطعة واحدة بس ونجرب آآ فيها آآ طب ينفع يا امير هنستخدم صابون بشرة في الوصفة آآ صابون البشرة ما ينفعش نستخدمه الواحده عشان يدينا افضل نتيجة نستخدمه يا اما مع البرسيل جل لو هنعمل مسحوق يا اما مع الصابون السيل لو هنعمل صابون سيل يا اما مع الصابون الصلب عشان يدينا افضل نتيجة لكن صابون البشرة لو استخدمناه الواحده هندوبه بالمية هنركينه شوية هنبص نلاقيه كتل هنحط عليه مية تاني هنبص نلاقيه تقل فهنحط عليه مية كتر المية دي بتفصل الرغوة بتاعته انا النهاردة مش هستخدم آآ الصابون كله انا هياخد قطعتين بس من الصابون بالنسبة بقى الكمية الصابون والمقدار قدي ايه? والميار قدي ايه? انا مش هفرض عليكي كمية معينة. يعني الفكرة كلها في الوصفة ان انت تبقي عارفة تظبطي القوام ازاي? هي الطريقة واحدة. الكمية هتبقى على حسب القوام اللي انت عايزة. انا اخدت صابنتين اتنين بالرغم من ان انا عاملة الصابونة دي ما كملتش آآ عشرة ايام لكانت صليبت جدا. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله آآ ما اخدتش معايا آآ وقت ولا مجهود علشان ابوشها. انا دلوقتي نزلت بكب بيتين او مجين كبار من المية المغلية. يعني يا اميرة مش محتاج ان انا اخده على النار. لأ مش محتاج خالص ان انت تقافي قدام البتجاز في الحر ده. بمجرد ما تنزلي بمجين كبار من المية المغلية. هتبص تلاقي الصابون باش معيكي. الافضل ان انت تبشريه على الناحية آآ اللي هي رفيعة قوية علشان خاطر ما يخدش منك وقت علشان آآ تبوشيه. يعني بارش حكاية انك تقطعيه بقى بالسكينة آآ ولا مستهل انك تحطيه في المطحنة ولا الكلام ده كله. هبص كده بعد ما عدتقلب فيه مسلا بتاع آآ خمس دقيق او سبع دقيق. لو لقيت ان لسه في آآ اثر للبشر بتاع الصابون. يبقى هحط شوية مية مغلية. وهقلب تاني. لو لقيت الصابون باش معايا تماما خلاص. انا هنا نزلت بمج تاني من المية المغلية. وهقلب كويس. ينفع نستخدم هند بلندر. وينفع نقلب بالمضرب الياد. ولكن دايما في الوصفات بحاول ابسط لكم. واقول لكم ان انا بستخدم ابسط الامكانيات اللي موجودة عندنا في البيت. آآ لو انت خايفة من الوصفة دي آآ ان بعد آآ ما نخلص غسيل ونيجي ننشر الهدوم نلاقي ريحيتها زيت. تأكدي تماما ان الكلام ده مش موجودة عندنا في الوصف بتاعة النهاردة ان شاء الله. بصوا ما شاء الله مع ان المية المغلية بتخلي الصابون خفيف قوي معنا. ولكن لان الصابون جودته عالية جدا فهو برضو ما شاء الله تقل جدا معنا. واحنا آآ بنقلبه. وده دليل على ان الصابون ما شاء الله كانت جودتها عالية قوي. الصابون ده احنا كنا نعملينه من بواء الزيت المستخدم. وحطينا عليه فانيش. وحطينا عليه آآ مسحوق بودر. وحطينا عليه اضافات تخليه قوي وفعال جدا وفي نفس الوقت تصلب معنا بسرعة. ما شاء الله خلاص باش معنا بسرعة قوي ودلوقتي حننزل بلتر ونص من المية. انا استخدمت صابونتين كبار. انا عايزكي تنزلي بالمية بالتدريج. يعني مسلا تجيبي لتر وتنزلي بكباية كباية. حسيتي ان القوام آآ معاكي. محتاجي تخفيف خفيفي. حسيتي ان انت راضي عن القوام ده تمام. بصوا اول ما نزلنا بالمية العادية اللي هي بدرجة حرارة الورفة مية من الحنفية. بصوا ما شاء الله تقل معنا ازاي? يعني هو كان بمية مغلية ومع ذلك قوامه في لزوجة. فبالك بقى لما نحط عليه مية عادية من الحنفية ما شاء الله القوام زبط معنا. وتقل وشوفوا بقى يتقل ازاي. الوصفة دي كده على شكلها وحالها نفس الشكل اللي انت شايفه ده لو عايزة تعملي منها صابون سيل. اما انك هتغديها تركنيها كده. وتغدي منها حبة صغيرين. وده هيكون صابون سيل مركز. او ان انت ممكن تحطي عليها اه صابون سيل جاهز وفي الحالة دي هتضعف الكمية وهتبقى جوتته عالية. اه او ان احنا هنكمل الوصفة بتريق اللي احنا هنشوفها. دلوقتي انا لما حسيت ان هو تقيل قوي نزلت بلتر تاني. كنت حتى لتر ونس اخدت منه لتر واحد. يبقى الاول حطينا موجين مية مغلية. عفوا وبعد كده نزلنا بلتر ونص وبعدين نزلنا بلتر. دي كبات البرسيل جيل اللي انا كنت ركنها على جنب اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في القناة بطريقة الشركات. البرسيل ده تجاري. يعني مش بتعمل من الصابون ده. بتعمل بالسودا والسلفونيك والتايلوز والتكسابون يعني تجاري. اه كان فاضل منه مج كده وقرب يخلص فحبيت ان انا استفيد منه. طب يا اميرة ما عملتوش معكي في القناة. ما عنديش ان انا انا نجيب الماتيريال اللي انتي قلت عليها دي. خلاص روحي عندي بتاع المنظفات وقوليله عايزة نص كيلو برسيل جيل جاهز. تمام? هيدهولك سايب. هو سعر الكيلو تقريبا تلاتاشر جنيه. هتجيبي منه نص كيلو بستة جنيه ونص. يعني مفيش توفير اكتر من كده. يلا بقى نزود جودة البرسيل بتاعنا. هنحتاج كوباية من الكلوريكس الالوان. يا على جماله وعلى رحته وعلى آآ النظافة اللي بيخلي الهدوم بصراحة تروح في حتة تانية خالص. لو هتعملي المسحوق ده للملابس البيضة يبقى هتستبدلي الكلوريكس بكلور. كلور خيم. لو المسحوق ده خاص بالملابس الملونة والبيضة كمان والغمقة يبقى هتحطي كلوريكس آآ آآ بلاش كلوريكس سعيب. حلو كل حاجة بس طبعا مش زي الكلوريكس اللي هو الجاهز اللي هو بتاعي الشركات. دايما بنقول ان في وصفات البرسيل بتاعنا ما ينفعش آآ يعني البرسيل او الصابون ما ينفعش نستغلى عن الملح. واتكلمنا الفيديو اللي فات عن الملح الخشن وقلنا انه ما اجمله في وصفات الصابون عموما. بيدي طهارة للصابون بيدي لزوجة عالية بيدي شفافية آآ وبيتقل القوام. فانا اخدت معلقة هرامية كده من الملح الخشن. ده بيبقى موجود عند العطاريين كلهم اللي هو ملح البحر الخشن. بخلي بالك بياخد وقت شوية علشان يدوب. فآآ في حد كان بعتلي كومنت كده وبيقول ان هو بيطحنوا في مطحنة. او ان انا بحطه في نص كباية مية سخنة وبقلبه بحيس ان هو يبوش معايا بسرعة. استغلت بقى فرصة ان انا بقلب وانزلت باللون الازرق وهاخد على طرف المعلقة كده حاجة بسيطة من الوان اللي انتم عارفينها بحبها جدا العشق بالنسبة لي. بس آآ الفكرة ان هي تديني لمع للبرسيل. آآ خطوة الالوان دي مش اساسية معانا خالص في صناعة البرسيل لان طبعا انا بعملها عشان التصوير. بالنسبة لان ان انت بتعملي في البيت آآ منتج ليكي انت مش محتاجة ان انت تلونيه خالص. طب الالوان دي ما بتلطاش الهدوم وخالص ولا ليها اي اثر وعايز اقول لك بقى ان بالرغم ان انا حطيت لون لكن بعد مرور مسلا ساعتين تلاتة كده بسيط لقيت اللون ابتدى يبهت خالص وده لان الصابون كان فيه صودة جوية فاآ اثرت شوية على اللون فبهت كأنه مش موجود. آآ الالوان دي تنفع الوان غزائية اللي هي احنا بنحطها على الاكلة تنفع. طبعا ما بنعمل صابون سيل ما فيش اي مشكلة صابون سيل اي حاجة آآ يعني كده ينفع فيها الالوان ما فيش اي مشكلة. لكن لو صابون صلب وحطتي لون ولا كأنك حطتي اي حاجة ملهوش اي لازمة. هنا وانا بقلب حسيت ان القوام تقيل جدا معايا. كلنا عارفين ان قوام البرسيل بيبقى خفيف اخف من قوام الصابون. فنزلت بآ موج كبير كده من المية. هرجع واكد عليك تاني ان قوام الصابون او البرسيل ده يعني سواء صابون او برسيل. ده بيرجع لك انتي. برضو زودت موج تاني من المية. ويبقى كده لو حسبنا كمية السوال اللي احنا حطناها. هتعدي الخمسة لتر. خمسة لتر من البرسيل الجل عالي الجود. حطين في ايه? حطين في صابون عاملينه بالفانش والمسح والبودر. حطين عليه كلوريكس الوان. حطين عليه برسيل جل جاهز. هنا اخدت الكوب المعياري بتاعي وحطيته في الغسالة علشان خاطر اغسل آآ الغسلة بتاعتي. وركبت بقى الباقي آآ خففته شوية بصو. تقيل. يعني انا لما اخدت الكوب المعياري بصو. لازج ازاي? وماسك كده في الكوب المعياري. بحاول ان انا اخففه شوية بحيس ان القوان ما بقاش تقيل قوي. هنا زا قلت لكم حسيت ان اللون آآ باهد شوية. فزا قلت له سنة كده من اللون الازرق. في بقى حاجة عايز اقول لكم عليها من باب الامانة. ما تكنعنيش ابدا ان انا لو جبت الصبون القطع الصلب سواء اللي انا عاملاه في البيت او سواء اللي انا شرياء جاهز. وبشرته وحطيت عليه شوية آآ زهرة بيضة او شوية مسلا مسحوق بودر. وده حطته في الغسالة ده حيخليلي الغسيل مسلا منور ولا هيقضي على البقع ولا هيقضي على الاتسخات والاسفار والكلام ده كله. فانا شايفة ان لازم لازم. لو انا هعمل صبون سيل او هعمل مسحوق جل لازم احط عليه آآ مسحوق جاهز او صبون سيل جاهز. ده هيزود لي من جودته هيزود لي من الفعلية بتاعته. آآ بصوا هنا كنت ركنته حوالي تلات اربع ساعات بدأت بقى المكونات كلها تتفاعل مع بعضها واللون كمان بدأ ان هو يتفاعل مع المكونات. آآ يمكن التصديفة اللي انتو شايفينها دي مش بس من الوان المايقة ولكن كمان من الصبون اللي احنا بنعمله في البيت هو اللي بيدي التصديفة اللي انتو شايفينها دي. آآ فعلشان كده من باب المصدقية اي صبون سيل او اي مسحوق عايزة تعمليه عشان يديكي فعالية ونتيجة كويسة يريد تحطي عليه آآ مسحوق جاهز او صبون جاهز حتى لو امكانياتك ما تسمحش او لو مش موجود عندك معلش تشتري نص كيلو كده اضعف الايمان ولو من محلات المنظفات وحيديكي فعالية ونتيجة حلوة قوية علشان بس نكون وقعين مع بعض. ممكن الملون والغمق اه لكن الابيض لأ. انا بدأت احطه في الجراكن بتاعتي الكمية دي عملتلي حوالي ستة لتر. آآ انا كده خلصت الفيديو بتاعي ربي يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى بلايك. خلوا بالكم اللايك هو اللي بيرفع الفيديو بيخليه يوصل لأكبر عدد من الناس. احنا دلوقتي بقينا كلنا في عرض اي معلومة توفر لنا. ربنا وربي كده ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.